فده شيء هايل يعني طبعا خليني يعني الشيء بشيء يسكر تحية واجبة والتهنية الحالة للمجلس إدارة النادي لأهل برئاسة الكابتن محمود الخطيب والإدارة التنفيذية على هذه الشهادة المهمة والحقيقة دار حوار بيني وبين أخوي وصديقي كابتن محمد مجان المدير التنفيذي لنادي قال إن إحنا بنعتبر دي بداية هما بدأوا بثلاث إدارات فقط هما بيسعوا إلى فكرة الميكانة التامة والتحول الرقمي والقضاء على الاستخدام الأوراق عشان يأخذوا إصدار 2020 مش بس إصدار 2015 وقال لي حاجة لفتة قال لي إنه الحالة مش أول ما نسميه مراجعة أو تدقيق لأنه بالأساس أنت مؤسسة حكومية فبيجي لكيهات رقبية كتير جهاز بركز المحاسبات وزارة المالية طبعا الجهة الإدارية ومسلاف وزارة الشباب الرياضة هيئة رقابة الإدارية ولم يحدث أبدا في تاريخ النادي الأهلي إنه كان فيه ملاحظة ارتقت إلى حد المخالفة يعني طبيعا يبقى فيه ملاحظات زي ما حدك بتقول إنما هي ملاحظات بسيطة بيتم تلافيه الملاحظات اللي هي العادية وارد النادي تبقى موجودة في أداء في أي عمل لكنها زي ما حدك قلت ليست ملاحظات طرقة إلى المخالفات صحيح لكن الملاحظات اليومية وده وارد جدا لكن عمر ما حصل للنادي الأهلي تم ضبطه بمخالفة إدارية جسيمة ما فيش طيب فده ده في حد ذاته أنا بقول إنه هو استمرار لفكر موجود جوه النادي وإقرار زي ما حضرتك قلت آه يعني هو زي إحنا متفقين إن الكل بيتحدث عن الإدارة في النادي الأهلي اللي هي وراء كل الانتصارات سيبك من النواحي المالية والإدارية بس لأ الرياضية كمان فده كله أنا بقول إنه هو إقرار بأمر واقع موجود جوه النادي الأهلي